لأتاني يا مولانا الآدي صلى الله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صورة التوبة ربنا يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين حينما تكون من هذه الأصناف والذك والثمانية أتت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الواو دي اسمها هوو الثمانية الجيشة اللي مع الثمانية زي ايه سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم يكونون خمسان سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويكونون سبعة وثامنهم كلبهم جاءت مع الثمانية هاي اسمها هوو الثمانية برضو زي ايه في قول الله وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى جنات الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الجنة معروفة ثمانية كما بيّن حبيبه صلى الله عليه وسلم تأتي مع ايه وو الثمانية طيب يا مولانا قال لك والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يبا قل آمنت بالله أن تؤمن بالله حقا ويكون هذا الإيمان متخللا في قلبك هذا الإيمان يستكن في قلبك يعني هذا الإيمان يكون في أعماق قلبك ووجدانك قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم على هذا الإيمان طيب يا مولانا ده كل الإسلام ده كل الإيمان ده اللي تقال كله في الإسلام ده ودي مش شوية ده الإسلام كله في هذه الجملة ألم يكن ربنا لسيدنا رسول الله في صورة هود كما قال حبيبنا شيربتني هود وأخواته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يا الله شوف ربنا يقول لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل خطاب وكل خطاب لسيدنا رسول الله هو خطاب لأمة سيدنا رسول الله ما لم يأتي مخصص يخصص هذا الخطاب هذا المطلق ما لم يأتي تقييد شوف ربنا يقول له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم صورة الشورى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالون ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إذن قل آمنت بالله أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإذا آمن الإنسان بالله الخلاصة بالتي تجي من كلام ده كله فإذا آمن الإنسان بالله ما عصى الإنسان ربه ما تطول الإنسان على رسوله ما تطول الإنسان على ربه يعني تطور الإنسان عربي أي ما جحد الإنسان بنعم الله عليه يعترف بنعم الله وآلاء الله عليه في كل وقت وحين في كل دقيقة في كل لحظة في كل ثانية في كل زمان ومكان في الحل والترحال يعترف بنعم الله عليه ينسب الفضل دائما لله